اشتركوا في القناة وتعظيم الاستفادة من فوائدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوظيف انتقالها لمرحلة الذكاء الاصطناعي في خدمة البشرية جمعا عبر تشجيع وتبادل الخبرات ونقل المعرفة وتطبيق الممارسات الجيدة وأوضح ما عليها أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ استراتيجياتها الطموحة الرامية إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي 2022-2026 والتي روعي عند تصميمها جعل مملكة البحرين مركزا للابتكار الرقمي في المنطقة ونقطة جذب للشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتوفير بنية تحتية رقمية متطورة ذات مستوى عالمي وذلك على نحو يرفض مسيرة البناء والتطوير ويسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين تحقيقا للتطلعات الواردة في برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 ولأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة جاء ذلك لدى لقاء معاليه صباح اليوم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء وفود الدول والمنظمات المشاركة في الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي والتي ترأس دورتها وتستضيف أعمالها مملكة البحرين لمناقشة خطط ومبادرات المنظمة الهادفة إلى تعزيز الاستهار الرقمي وأثناء معاليه على الدور الذي طلع به سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي خلال فترة توليه رئاسة الدورة الحالية التي اتسمت بطرح المبادرات المبتكرة باسم مملكة البحرين والتي كان لها دور فاعل في تشجيع التعاون وتسهيل سبل الابتكار والتحول الرقمي مهنئا في الوقت نفسه معالي السيد أحمد قاسم الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال بالمملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة انتقال رئاسة الدورة الرابعة إلى البلد الشقيق من جانبه أعرب سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي عن خالص الشكر والامتنان لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على ما تفضل به من تشجيع وتحفيز يعكس ما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من رؤى داعمة ومحققة لأهداف المنظمة ترجمة نانسي قنقر